اشتركوا في القناة ثم تكون ملكا عضا فيقول ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج نبوة ثم سكت الحمد لله لا يحب الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد متابعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مع قذائف النبي على الحكم الجبري في البداية أود أن أرد على بعض التعليقات التي قال فيها أصحابها إن هناك حديثا أو أكثر مما ذكرته هو حديث ضعيف فأقول لهم أولا إن الحديث الضعيف ليس معناه أنه موضوع كذب ليس معناه أنه لم يقوله الرسول وإنما معناه أنه لم تثبت صحته لعلة في السند أو في المتن فالضعيف لا نقطع بنسبته للنبي ولا عدمها بخلاف الحديث الموضوع فهو قطعا مكذوب على النبي لم يقله والحديث الضعيف الذي يتكلم عن غيب أو مستقبل وهو عند أهل الحديث ضعيف ثم وقع في المستقبل مصداق الحديث فقد ثبتت صحته متنا حتى وإن كان ضعيفا سند فليس أدل على صحته وأنه خرج من مشكات النبوة من حدوثه في أرض الواقع ثم نحن لم نأخذ من هذا الحديث عقيدة ولا تشريعا ولا عبادة أما عن موضوع هذه الحلقة وهو الاستراتيجية النبوية في التعامل مع حكام الجبرية فقد عرفنا من الحديث الذي ذكرته في الحلقة الماضية أن أول واجب على علماء الأمة على علماء الأمة في تعاملهم مع الجبريين هو عدم ممالأتهم وعدم تزكيتهم وأن لا ينافق الطواغيت فلا يحسنوا قبيحهم ولا يجملوا كذبهم قال صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراءها أمراءها وما لم يزكي صلحاؤها فجارها فهذا توجيه النبي الخاص للعلماء وأما عن عامة الأمة فما هي الاستراتيجية النبوية في التعامل مع حكام الجبرية عندما يحاربون الدين ويقتلون المؤمنين وينهبون ثروات البلاد ويعادون الحق والعدل ويعملون كل ما فيه مصلحة الكافرين من اليهود والنصارى فيمرضون ويفقرون ويفسدون ويفرقون بين المسلمين حتى يصبح الناس وقتها لا يدرون هل أولئك الحكام مسلمون هل هم منا أم منهم هل هم علينا أم معنا لماذا الرقة واللين والأحضان الدافئة والقبلات الحارة لليهود والنصارى والغلظة والقسوة للمسلمين أمام كل هذه التناقضات ماذا يفعل المسلمون ماذا يفعل المسلمون في ذلك الزمان ما هي توجيهاتك يا رسول الله أيها الإخوة إن من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عدم تصديق الجبريين وعدم محبتهم وعدم الدفاع عنهم وعدم تبرير ظلمهم فإنه صلى الله عليه وسلم يتبرأ يتبرأ ممن يحبهم ويصدقهم ويعينهم على ظلمهم فقال إنه سيكون بعد أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض يا لحال هؤلاء ورسول الله يتبرأ منهم قال فليس مني ليس من أمتي وهو يصدهم عن حوضه فلا يشربون منه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنهم إن عاصروا أولئك الطواغيت ألا يعملوا في وظائف تكون دعما لطغيانهم وتمكينا لفجرهم وتثبيتا لأركان ظلمهم فقال يكون في آخر الزمان أمراء ظلمه ووزراء فسقه وقضاة خونه وفقهاء كذبه فمن أدرك ذلك الزمان منكم فلا يكونن لهم جابية ولا عريفة ولا خازنة ولا شراطية ومعنى قوله جابية الجباه هم السعاء الذين يبعثهم الحكام لتحصيل الزكاة وجمعها من الناس وهم في دولة الظلم الذين يحصلون من الناس الضرائب والمكوس والمخالفات والغرامات الباطلة المفتراة وأي تحصيل لمال بغير الحق وأما قوله ولا عريفة فالعريف كما قال في عون المعبود هو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم وقال الحافظ بن حجر في الفتح وسمي العريف عريفاً لأنه يعرف الإمام أحوال العسكر والناس وقال أيضاً وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج إذن العريف من هو؟ هو كل وسيط بين الحاكم والرعية كنواب البرلمان وشيوخ القبائل والعشائر وكالمحافظين وحال العرفاء مذموم إذا سعوا بين الإمام والرعية بما يفسد بينهم أو بالكذب بأن يجملوا حال الناس عند الحاكم والحقيقة أن حال الناس سيئة أو يجملوا صنع الحاكم عند الناس والحقيقة أن الحاكم يظلم ويفسد وأما قوله ولا خازن الخازن هو الذي يخزن عنده المال أي يحفظ فهم محافظ البنوك المركزية ووزراء المالية والاقتصاد وكل من يتحكم في الأموال العامة بأمر وتوجيه الظالمين المتجبرين فالخازن في دولة الظلم يكون قيما على هذا المال المجموع بغير حقه والمنفق في غير وجهه والمنهوب المسلوب من المستبدين فبذلك يكون الخازن مشاركا للظالم في ظلمه معينا له عليه وأما قوله ولا شرطية الشرطة معروفون هم حفظة الأمن في البلاد الذين يجوبون الشوارع بالليل والنهار ويتفقدون أحوال الناس ولكنهم في دولة الظلم يظلمون الناس ويضربونهم ويعذبونهم ويأكلون أموالهم بغير الحق وقد جاء في الحديث سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في صخط الله وذلك لما يقومون به من تعذيب وحشي إجرامي وتسلط فج عاصف على الناس لحساب الحكام الجبريين فبدلا من أن يكون حماة الناس وحماة ممتلكاتهم يصبحونهم المعتدون على أرواح الناس وممتلكاتهم وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس وهم بالطبع الشرطة في دولة الظلم فليفرحوا فليفرحوا في الدنيا بجبروتهم وسطوتهم ومكاسبهم فالحساب في الآخرة وذلك هو الخسران المبين متابعي الكرام هؤلاء كلهم إنما ذم النبي صلى الله عليه وسلم محالهم ونهى عنه وعن التلبس به لما يقومون به من الظلم أما في حال العدل وظهور الخير فهم محمودون غير مذمومين ماذا أيضا من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحكام الظلمة الذين سيأتون في آخر الزمان أجارنا الله من ذلك الزمان اسمع اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يبعث نبي إلا وله حواريون فيمكث بين أظهرهم ما شاء الله يعمل فيهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه فإذا انقرضوا كان من بعدهم أمراء يركبون رؤوس المنابر يقولون ما تعرفون ويعملون ما تنكرون فإذا رأيتم أولئك فحق على كل مؤمن يجاهدهم بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك إسلام فهذه درجات اختيارية في التعامل مع الجبرية أقول اختيارية إن استطاع أن يجاهدهم بيده فله ذلك فإنهم بظلمهم يستحقون الجهاد ضدهم فمن لم يستطع فبلسانه يظهر إجرامهم ويفضح أفعالهم وينطق بحكم الشرع فيهم أو يذهب إلى ذلك الحاكم الظالم ويأمره وينهاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فمن لم يستطع فبقلبه يبغضهم ويكره ظلمهم حتى وإن صانعهم بلسانه فإنه يفر منهم بقلبه هذا بالنسبة لعوام الناس أما العلماء فليس لهم أن يداهنوا ويصانعوا ولا حتى أن يسكتوا ويقولوا هذه فتنة ويجب عدم الخوض في الفتنة لا هذا الكلام للعوام أما العلماء فيجب عليهم أن يبينوا حتى لا يضل الناس بسببهم ولاحظ كيف ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وقال في الأول ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وقال في الثاني فإن لم تستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه وليس وراء ذلك إسلام فمن لم يبغضهم على الأقل بقلبه وينكر ظلمهم وطغيانهم يعني من يحبهم ويصدقهم ويدافع عنهم فإن ذلك خطر على حقيقة إسلامه فقد يخرجه ذلك من الإسلام قال فليس وراء ذلك إسلام أعلم أنكم ستقولون كيف يتيح الرسول أو يدعو الناس للجهاد باليد واللسان على الجبريين وهو الذي قال عنهم وينصرون على ذلك ويرزقون حتى يلقوا ربهم وقد قلت يعني أنا قلت فإذا بدأت مرحلة الحكم الجبري فلا تظن أنها تنتهي بجهد أحد وعمله مهما كان قلت لا يغير فيها بيد ولا بلسان قلت لا يغلب الحكم الجبري ولا تستطيع الأمة أن تتخلص منه لا بالسلاح ولا بالخطب والدعوى ولا بالسياسة ولا بالثورات لن ينتهي الحكم الجبري إلا بنعمة الله التي سأتحدث عنها عند الكلام عن عنصر كيف سيخلص الله الناس من الحكم الجبري قلت فإذا بدأ الحكم الجبري فلا تنتظروا إلا مزيدا من الظلم والطغيان والفساد حتى يأذن الله بظهوره فلماذا يقول هنا فحق على كل مؤمن يجاهدهم بيده إن كان ذلك الجهاد لا فائدة منه الجواب الجواب فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه المسلم مطالب أن يدافع عن دينه ونفسه وعرضه وماله فجهاده للطواغيت هو دفاع مشروع ودفع مطلوب إبراء للذمة ومعذرة إلى الله فليس مطلوبا من المسلم أن يحقق النصر وإنما المطلوب منه دفع الظلم والاعتداء ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وهل معنى ذلك أنه لا تجب طاعة الجبريين حتى مع ظلمهم واستبدادهم كما سيقول لهم علماء السلاطين في ذلك الزمان الجواب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في قذيفة تقرع آذانهم وتدمر ضلالاتهم فعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيلي أموركم بعد رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقلت يعني ابن مسعود فقلت يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل قال تسألوني يا ابن أم عبد كيف تفعل لا طاعة لمن عصى الله حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يتعجب من سؤال ابن مسعود فيقول له تسألوني يا ابن أم عبد كيف تفعل ألم تتعلم من القرآن الكريم ومن سنتي ألم تعلم أن من أصول الدين وثوابته أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكنه رضي الله عنه معذور فلعله سؤال المشدوه المتعجب أنه سيكون في الأمة أمثال أولئك الفاسدين المفسدين أو لعله سؤال ليعلم الذين سيأتون في ذلك الزمان فجاء الرد القاطع من النبي قال لا طاعة لمن عصى الله ولعلك الآن تسأل نفسك عزيز المتابع ماذا عن الحديث المشهور تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع هذا الحديث الذي سيدندن عليه علماء السلاطين في زمن الجبريين عزيز المتابع هذا حديث شرحه يطول وبيان ما فيه من تحريف لمعناه وإخراجه عن سياقه ومضمونه يحتاج إلى حلقة منفردة فسنلتقي مع هذا الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم